بسم الله الرحمن الرحيم نحن رياض ومدارس الوطن العربي درس اليوم في مادة اللغة العربية عن مراجعة في التناوين نتذكر أنه نحن لدينا ثلاث أنواع للتناوين وهم تنوين الفتح يعني فتحتان تنوين الضم ضمتان تنوين الكسر كسرتان كل تنوين يجب أن يأتي تنوين الفتح فوق الحرف أما تنوين الضم أيضا يأتي فوق الحرف وتنوين الكسر يأتي تحت الحروف الآن كلمات كتابا مثال على تنوين الفتح نلاحظ أن كتابا أتى تنوين الفتح ثم أتت بعده حرف الألف لماذا؟ لأن تنوين الفتح دائما يأتي بعده حرف الألف ما عدا في حالتان إذا كان لدي في آخر الكلمة همزة أو تا مربوطة لا يقبل أن يأتي بعده ألف ثم نأتي لتنوين الضم مثال عنه كتابا يلفظ أن كتابا أما تنوين الكسر نلفظه إن كتابا مثال كتابا يلفظ إن كتابا وتنوين الفتح يلفظ أن كتابا كتابا الآن نأتي لي الشدة الحرف المشدد يعني الحرف اللي إيجا عليه شدة هو عبارة عن حرفان مش حرف واحد الأول ساكن والثاني حرف متحرك هين نرى الشدة ها هي الشدة شكلها مثل الشوكة الآن ناخد مثال كلمات لونة 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 أين أتت الشدة المثال الأول عندي لونة لونة أتت الشدة على حرف الواو الآن لنرى لو ونا أنا لدي إثنان من الواو جمعتهم الإثنتان أولا الأول ساكن والثاني متحرك شأيا فتحة جمعتهم ووضعت شدة بدالهم مثال آخر معلم معلمون هنا لدي تنوين ضم معلمون معلمون أين أتت الشدة؟ أتت على حرف اللام معلم معلم لو أردنا تحليل الشدة نجد أن لدينا لام اثنان اثنان من اللام الأولى عليها سكون والثانية تحتيها كسرة لو أردت جمعهم الإثنتان أضع بدالهم شدة ونكتبها معلم أما الآن لنحل هذا السؤال أقرأ ثم أملأ الجدول بالكلمات حسب المطلوب الجمال العقبة مدينة جميلة الجملة الثانية كلنا نشرب ماء نظيفا الجملة الثالثة لو نرسامون اللوحة بألوان جميلة طيب طيب الآن نبدأ حل هذه الكلمات وتحليلها في هذا الجدول وضحها في هذا الجدول حسب المطلوب مطلوب مننا نضع في هذه الخانة تنوين الفتح كلمات فيها تنوين الفتح هنا في هذه الخانة يجب علينا أن نضع كلمات فيها تنوين الضم أما هنا كلمات فيها تنوين كسر وهذه الخانة كلمات تحتوي على حرف مشدد لنبدأ كلمات فيها تنوين الفتح الجملة الأولى لا يوجد فيها الجملة الثانية لدي كلمة ما وكلمة نظيفا نضعها في هذه الخانة هنا وهنا ماءا ونظيفا نأتي لتنوين الضم تنوين الضم الجملة الأولى العقبة مدينة جميلة إذن